طيب برضو عايزين نعرفكم من المبارح احتفى الحساب الرسمي لدولي أبطال إفريقيا بإنجاز تاريخي حققه صاحب الاسم الأشهر في النادي الأهلي وصاحب المحبة الكبيرة في قلوب وفي وجدان وعشاق النادي الأهلي من زمان الفرتغالي منويل جوزي المدير الفني السابق للنادي الأهلي ونشر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أكس صورة لمنويل جوزي مصحوبة بتعليق أربع ألقاب منويل جوزي طبعا هو المدير الفني الوحيد اللي حقق هذا العدد من الألقاب في دولي أبطال إفريقيا تاريخ طويل وعريض وكبير كتبوا مع النادي الأهلي وكان طبعا منويل جوزي قد توج ببطولة دولي أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي أربع مرات عام 2001 و2005 و2006 و2008 وطبعا دي فترة يعني تقال عليها فترة ذهبية في تاريخ مشاركات النادي الأهلي في هذه البطولة تعالوا بقى نتكلم شوية عن تعادل المنتخب أمام غانا بهدفين في الجولة التانية ده الموضوع زي الشجون اللي استهلت مع حضراتكم به حلقتنا النهار ده طبعا بكرة هياخد منتخب مصر اللقاء حاسم ضد منتخب الرأس الأخضر كاب فردي في الجولة التالتة والأخيرة من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية وأكيد هيحتاج منتخبنا لتحقيق الفوز لضمان الصعود بغض النظر بقى عن نتائج المنتخبات الأخرى وبغض النظر عن أي حسابات تانية لأن برضو في أقوال بتتكلم عن إن في حالة لا سمح الله وأعوذ بالله الخسارة لسه في أمل في حالة كذا وكذا وكذا وفي حالة برضو لا سمح الله تعادل حيبقى في أمل في حالة كذا وكذا والسيناريوهات طويلة عريضة إحنا في الآخر شايفين إن الترضية الوحيدة اللي ممكن تبقى منطقية ومرضية للجمهور هي إن إحنا بكرا إن شاء الله نفوز على كاب فردي ونفوز بأداء مميز كمان يرجع لنا من جديد ثقتنا في منتخبنا القومي المنتخب اللي يستحق أكتر بكتير من اللي إحنا شايفينه منه في الماتشين اللي فاتوا حاليا منتخب كاب فردي طبعا وده شيء عجيب في حد ذاته متصدر جدول ترتيب المجموعة التانية برصيد ست نقاط بعد ما فاز في الجولة الأولى على غانا والجولة التانية على موزنبيق فيما يحتل منتخبنا المركز التاني حتى هذه اللحظة برصيد نقطتين وحيدتين من تعادلين وفي المركزين التالت والرابع غانا والموزنبيق على التوالي طبعا كل واحد فيهم عنده نقطة واحدة فقط لا غير طيب لو لقدر الله يعني المنتخب خسر فيه سيناريو تاني للتقاهل لدور الستاشر بس ده معتمد بالكامل على تعادل غانا وموزنبيق سلبيا في الحالة دي حيحتل منتخبنا المركز التاني برصيد نقطتين ويليه غانا بنقطتين برضو لكن يصعد منتخب مصر بفارق الأهداف السيناريو التاني يعني يمكن لمنتخبنا أو يعهله للتقاهل في حالة لا سمح الله الهزيمة وتعادل غانا وموزنبيق بنتيجة واحد واحد تحديدا لكن بشرط ان يسجل منتخب مصر هدف برغم هزيمته ايا كانت هتبقى عاملة ازاي في الحالة دي حيحتل منتخب مصر المركز التاني برصيد نقطتين وخمس اهداف ويليه وقتها غانا بنقطتين هو كمان لكن بيه اربع اهداف فقط لغيره وطبعا ده بيدينا احنا الاسبقية اكيد بنتمنى الفوز بكرة ان شاء الله بنتمنى ان احنا نتأهل بغض النظر عن نتائج المنتخبات الاخرى بنتمنى ان احنا نشوف منتخبنا كما ينبغي ان نراه احنا بنتكلم على منتخب مصر سيد القر احنا بنتكلم على المنتخب الاكثر تتويجا بلقب هذه البطولة بنتكلم على سكواد في الجيل الحالي المفروض نشوف منه عجب ونشوف اضعف الايمان واقل حاجة نكون نشوف كل لعب منهم على حدة اولا في المركز اللي هو لعيب فيه يعني انا مجيبش حد على مستوى القر متميز جدا في المركز الفلاني واجه اي حتى نحطه في المركز العلاني طب ليه وعشان ايه وبطبيعة الحال بتبقى النتيجة في الاخر غير مقنعة وغير مرضية انت كأنك معطل كفاءة وقوة قوة ضربة موجودة عند اللعيبة بتوعها فنتمنى ان احنا نشوف اللعيبة في مركزهم المعتادة اللي بيجيدوا اللعب فيها واللي بينتج عن تواجدهم فيها حاجات تانية خالص غير اللي احنا شفناها في المطشين اللي فاتوا ونتمنى ان احنا نرجع مرة تانية بثقتنا الكاملة في منتخبنا منوقاش بنتفرج على اي مطش لمنتخبنا ايا كان مين المنافس واحنا عطين قلوبنا ادين على قلوبنا ونقول ربنا يسطرها علينا ما ينفعش كده مع المنتخب مصر حقيقي طيب خلونا كمان نستعرض مع حضراتكم نتائج مباريات بطولة امم افريقيا حتى هذه اللحظة غينيا الاستوائية متصدرة المجموعة الاولى برصيد اربع نقاط بعد مفاسة على غينيا بيساو بنتيجة اربعة اتنين المجموعة التانية منتخب الرأس الاخضر او كاب فردي هو المتصدر حاليا بعد مفاسة على موزنبيق ثلاثة صفر وعلى منتخب غانا اتنين واحد وطبعا منتخبنا الوطني زي مقول حضراتكم من شوية في وصافة هذه المجموعة برصيد نقطتين بعد تعادل منتخبنا في اللقاء الاول بهدف لمثله مع موزنبيق وفي اللقاء التاني مع غانا من نتيجة اتنين اتنين المجموعة التالتة متصدرة حاليا منتخب السنغال وطبعا ده شيء منطقي وطبيعي جدا متصدر المجموعة برصيد ست نقاط بعد محقق فوزين متتاليين على جنبيا تلاثة صفر وعلى الكاميرون بنتيجة ثلاثة واحد المجموعة الرابعة انجولا هي المتصدرها اما المغرب فوام حقق تعادلين لحد دلوقتي اتعادل مع بوركينا فاسو اتنين اتنين وده اللي حصل سوفر مع المنتخب المغربي اما انجولا كانت نتيجتهم طبعا واحد واحد المجموعة الخمسة اللي بتضم منتخبات تونس ومالي ونميبيا وجنوب افريقيا مالي متصدرة حاليا مع نميبيا برصيد ثلاث نقاط لكل منتخب منهم والمجموعة السادسة بيتصدرها المنتخب المغربي برصيد ثلاث نقاط بعد ما قدم مباراة طاليق بمنتخب قصود الاطلس